باعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر سموه فيها عن استنكار مملكة البحرين وإدنتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استادف سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية وأدى إلى مقتله وأكد سموه موقف البحرين الثابت المناهض لكل صور وأشكال الإرهاب الذي يتنافى مع جميع الأعراف الإنسانية والمبادئ والقيم الأخلاقية كما عبر سموه عن صديق تعزي ومواساته للشعب الروسي الصديق ولذوي السفير الروسي كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معال السيد ديمتري مدفيدف رئيس الوزراء الروسي اشتركوا في القناة